بعد إذنك أنت تكلمت في نقطة كتير كتير حلوة بس أنا عشان عاوز أوصل يعني الحلقة بين الحلقتين بين الحلقة الماضية والحلقة اللي راح نتكلم عنها ذكرت عن العصمة والوحي إيه الفرق؟ ما هو الفرق بين العصمة والوحي؟ ولو بكلمات بسيطة؟ الكلمات البسيطة الوحي هو ما تكلم به الله من خلال رسله وأنبيائه ورجاله العصمة ما تكلم به هؤلاء يعبر بالضبط عن من هو الله الذي لا يغير ما خرج من شفتين لا يمكن أن كلامه يتعارب مع شخصيته مع قداسته وعلمه وإلى آخره عن من هو الله لذلك فالوحي هو الوسيلة التي استخدمها الله متنفسة الله هي التي قادت هؤلاء الكتاب وعصمتهم واستخدمت واستمرت تشكيل الله لحياته إذن الوحي هو الوسيلة والعصمة هي نتاج هذه الوسيلة التي لا يمكن أن تخطئ لتعبر عن شخصية الله عن فكر الله عن ما يريده الله من الإنسان أسيس رضا وطبعا الأحبة المشاهدين بصراحة تكلم بروعة بجمال القص رضا الحلقة اللي مادت عن شهادة المسيح للكتب وأنا بنصح كل شخص عم بيشاهدنا نكترجع لهذه الفقرة في الحلقة اللي مادت عن شهادة المسيح للكتب شيء رائع جميل ولكن حتى نكسب الوقت في هذه الحلقة بعد إذنك قسيس رضا إحنا حطينا الموضوع الشهادة العلمية للكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر